السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ام لو اي احمد اليوم ان شاء الله هجيتكم بميني ميكسيكان اللي هو عبارة على كيسادياس ميكسيكان طاكوس على الطريقة المكسيكية وزيت معها قوكامول اللي هي صلصة لافوكاتو المشهورة عند المكسيكيين نبدأوا على بركات الله هنا عندي طورتللا حجم تحام توسط 300 غرام فيونداشي ونحن نديره بالفيونداشي حبة كبيرة بصلاء قطعتها قطعة صغيرة هنا عندي حبة افوغادو اللي هي لافوكا عندي المييس وحبة طماطم كبيرة قطعتها قطعة صغيرة هنا عندي أربع سنات ثوم حبة فلفل حلو قطعتها قطعة صغيرة وعندي المعدنوس هنا ملعقة كبيرة مايوناز والملح وبالنسبة الجبن انا استعملت الموزاريلا وانتو ما تستعملوا اي جبن رابي متوفر عندكم اول حاجة رح نبدأ ندير سلصة لافوكا اللي هي القوكامول عصرت لها حبة قارس ودرت لها الملح وخليتها تكوتي ندركها رح نبدأ نطيب الحشو باش يبرد لي درت في المقلع شو هي زيت واللوح الفيونداشي باش نقله مليح انا درت حسب الأفراد العائلة ما درتش كمية كبيرة ثلاثمائة كرام فقط اتخلى مليح الفيونداشي التاعي ونزيد البصلة البصلة نحي منها مغرفة كبيرة باش نستعملها سلصة لافوكا ونزيد الفلفل ايضا نحي منه ملعقة كبيرة والطماطم ايضا نحي منها ملعقة كبيرة باش نديرها فلافوكا اخلي بزيونداشي والبصلة والفلفل في اللولي مليح نضيف لهم ملح اكيد وكاخر شي نضيف الطماطم والثوم الثوم خليت ملعقة صغيرة باش نديرها لافوكا هنا وش درت لافوكا ما هيش طيبة مليح رحيتها مليح في الميكسر وراني قلت لكم عصرت لها حبة قارص ودرت لها الملح ومغرفة صغيرة ثوم ونضيف لها في الاخير البصلة وفلفل اللي حلو والمعدنوس يعني اللاسوس هذي رائعة ومغذية وكلش فيها طبيعي هذي صلصة معروفة بزاف عند المكسيكيين نخلط مليح الصلصة بغيتوا تزيدوا لها فلفل لكحل زيدوا لها وايضا ليشتي الفلفل الأحمر الحلو او الحار انا استعملت فيها غير الملح نبدأ ندير لي صندويج داعي اللي هي الكيسة دياس نجيب طورتيلة نطبقو على سنين باش نعرف الحشو كده راح نديل كونتيتي نبدأ ندير كطبقة الفيونداشي الفيونداشي تاعيه مازال سخون ونزيد شوية مايز والمعد نوس تقدروا تضيفوا الدبشة ليشتي الدبشة يقدر يضيفها ونزيد كاخر شي فخوماج غابي نطبق طورتيلة تاعي ونكمل كامل اللي تاكوس بنفس الطريقة يعني يجدوا بالخف صرتوا في العشاء دي فوانا نحص لوش حنطيبوا في العشاء يعني دي صندويج سهلين وبنان هنا عندي طاجين كبير اذا ماعدكمش طاجين ديروا في المقلة نورمال ونطيبوا لي صندويج حتان يحمروا مليح يكتسبوا اللون الذهبي حاولوا ما تنقصوش النار لانو الطورتيلة تحمرتو تسويت ديروا النار متوسطة باش ما يتحركش وهنا الطاجين ما تديروا فيه لا زيت لا زبدة لانو الحشو بتاعنا فيه زيت شوية وهذا هو الطبق النهائي مع السلسة القواكامور والساندويج الكيسا دياس يعني ما شاء الله واللاسوس يرفقوا معها الشيبس اللي هي مخدومة ايضا بالطورتيلة شيبس ميكسيكا يعني قدرت لكم البلاك كامل ميكسيكا يعني يجا ما شاء الله جهائل وطرق التقديم مختلفة يعني انا نشتي نتعرف على تقاليد الدول وأطباقهم ونجرب ونشوف وشي هو الطبق اللي عيش بني بزاف شو ما شاء الله الصندويش كيف هجا طورت اللام الأحزن كيتحمروها يعني كولوها توتسويت ما تخليوهاش طول لأنه بعدها راهي راح تطلقوا ما توليش مقرمشا يعني جات هايلة مع الماييس والمدزاريلا جات ما شاء الله تقدروا ترافقوها مع صلطة خضراء مع شوية عصير جات هايلة تمنى ان شاء الله يجبكم الفيديو تا اليوم ولأول مرة يشوف قناتين تمنى ان شاء الله يشترك ويفاعل جرس ما تنسوش تفعلوا الجرس يصلكم كل جديد ونقلكم في امل اللي نلتقى ان شاء الله في فيديو اخر مع طبق اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته